أظهرت الدبلوماسية المصرية جهوداً فعالة ومتواصلة في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقضية الفلسطينية واعتمدت مصر على مسارات متوازية حيث سعت إلى تحقيق وقف إطلاق نار لحماية المدنيين بينما لم تخفل عن البعد الإنساني مؤكدة على تمرير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر جهود كبيرة بذلتها الدبلوماسية المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وهي دبلوماسية ارتكزت على عدة مسارات متوازية منها الوصول إلى صيغة من شأنها تحقيق وقف إطلاق النار بينما اعتمدت في مسار آخر البعد الإنساني عبر الإصرار على تمرير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع مصار سالس تجسد في عدم إغفال حق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة وهو الأمر الذي سعى لاحتلال إلى تقويده عبر دعوات من شأنها تصفية القضية الجهود المصرية في المصار السالس تحديداً اعتمدت نهجاً قائماً على تحقيق توافقات دولية حول السوابت التي تقوم في الأساس على الانتصار للشرعية الدولية وهو ما تجلى في الدعوة إلى قمة القاهرة للسلام التي شهدت حضوراً دولياً طاغياً للتأكيد على رفض دعوات التهجير والإصرار على دخول المساعدات مع تعزيز حق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة في الوقت الذي حققت فيه إجماعاً إقليمياً حول هذه الثوابت خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض وفي ضوء مسؤولية مصر السياسية من جانب والرعاية الهاشمية الأردنية للمقدسات الدينية في مدينة القدس من جانب آخر كانت هناك مباحثات مكسفة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله لإيجاد حل للصراع ووقف العدوان على قطاع غزة والتصدي لدعوات التهجير وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة وكذلك لمواقفهما الرافضة لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية القاهرة ومنذ أكتوبر الماضي كانت محطة استقبال للعديد من قادة وزعماء العالم الذين أكدت لهم ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على الاتصال أكثر من مرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث المستجدات في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تدخر القاهرة جهدا للوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني لحماية المدنيين وتحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين فبعد مفاوضات شاقة بزلتها مصر مع الأشقاء في الدول العربية خارج اتفاق أكتوبر من عام 2023 بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية قطرية أمريكية ونجح في إدخال عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود إلى قطاع غزة إضافة لإفراج الفصائل الفلسطينية عن خمسين من النساء والأطفال المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الأسرى بسجونها ولا تزال القاهرة تفزل جهودا حسيسة عبر استضافة مفاوضات شاقة بين الأطراف المعنية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من مخاطر الإبادة الجماعية والجوع الكارسي وتفشي الأمراض اختراقات كبيرة حققتها الدبلوماسية المصرية في المواقف الدولية بفضل ما تحظى به من نفوز وتأثير وثقة دولية كبيرة جاءت لصالح دعم القضية الفلسطينية